هذا المرسل أبو حمزة خارعين من القصوري بعث عدد من الأسئلة يقول في أولها إذا مات الإنسان فهل هناك عزيمة لأهل الميت يصنعونها بعد موته بثلاثة أيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السنة فيما يصنع لأهل الميت أنه يصنع لهم طعام بقدر حاجتهم في يوم المصيبة لأنه مشغولون عن إعداد طعام لأنفسهم بسبب المصيبة ويصنع لهم طعام بقدر حاجتهم ويقدم إليهم أما إقامة الحفلات والولائم وهذا لا أصل له فيه في الشرع وقد يكون هذا من التأبين المحرم ومن تضييع الأموال وإشغال الناس وتضييع الأوقات غير فائدة المؤمن يصبر ويحتسب ويمضي في أعماله لا يعطل من أعماله لا سيما الأعمال التي يحتاجها لا يعطل منها شيئا مع الصبر والاحتساب وإنما شرع النبي صلى الله عليه وسلم صنع طعام لأهل الميت إذا كانوا لا يستطيعون إعداده لأنفسهم فلا يتوسع في هذا الأمر ويزاد فيه على هذه السنة ترجمة نانسي قنقر